اخوتي اخواتي العزاز السلام عليكم تمنى تكونوا بخير ورسككم ربي الفضل والتسير والرزاق الكثير بلا ما نطول عليكم اندخلوا مباشرة في سالة تفاصيل جريمات اليوم اليوم انحكي ونقصة الواحد جوج بنات اخواتي جوج بنات اللي مكيتفارقوش على بعدياتهم هرامك يقولوا مكيتفارقوش راهية مكيتفارقوش ابحلم خيطينهم على بعدياتهم جوج تويميات كيدووزوا 24 ساعة على 24 ساعة وهما قادسين مع بعدياتهم يمشيوا هنا يجيوا ليه مكيتفارقوش اخواتي كانوا كينتامل واحد عائلة من الدار البيضاء هذا الجوج سيضبروا في واحد كونترا ومشيوا بجوج بهم الطالع وشاولتما كما يخدموا ويحسنوا الوضعية المادية لهم ودازت واحد المدة اللي مطويلش بزاف دازت تلت سنين بالضبط هذا الجوج واللولة باسع لهم دار الريال عندهم زيان من بعد ما قادوا الأمور ديالهم ابقوا كي يمشيوا ويجون للمغرب غاد نجاية بدأوا كي يجيوا ويجوزوا الصيف كامل مبرعين كي يجوزوا العطل المناسبات الأعياد ديالهم لعائلة وما أنهم ضارت في ديهم الفلوس وإن لاباس عليهم بدأوا كي يفكروا أنهم يستثمروا في المغرب يشريوا دويرات يديروا شي مشي رائع ديالهم أو فعلا عندك شي لعيكون يشريوا جوج ديور في واحد العمارة يعني يشريوا جوج ديور ويجوز برطمات في نفس العمارة وما بقاوش يتفرقوا عاوت وذلك شي لاش أصلا هم يشريوهم في نفس العمارة باش يبقوا واحدة بعدياتهم واحدة من ذلك الديور كانوا يحتاجوها ويسكنوا فيها الدار الأخرى سيستطوها يطرقوها مرة ما بغاوش يكريوها فكشماها بطول المغرب يبدوا يقلسوا في الدار المفرشة الواحدة فيه يبقوا هاد الخواتات بحال هاكم كي يدخلوا ويخرجوا من المغرب بطريقة عادية والحباب قاعدة يربيهم العائلة الواحد يكون مدور ويجمع عليه يجي واحد الوقت يكتب عليهم المكتوب ويجريو عليهم من طالع ربما داروا شي مشكل ويجي شي سبلات ما مهم رجعوهم ريفولي يدخلوهم من المغرب ما الذي يدخلوه ما غاداش تسرط ليهم ما حملوش رأسهم اللي يدخلوا المغرب ناس موال فين باسبور يمشيوا يجيوا لا إذا فرحن بهم يوصيهم جيبوا لنا هادي جيبوا لنا القرى المهم هاد البنات ما تسرطاتش لهم أنهم يجريو عليهم من الخارج مشاوا تلاقوا مع السماصرية بدأوا كدروا بزف دي المحاولات أنهم يقدروا ويرجعوا لتدمع أعطوا فلوس كتيرا ولكن وخطرقوا بزف دي المبيبان القرار كان نهائي كان عندهم ما يديروا من بعد ما فقدوا الأمل أنهم يرجعوا للطاليان بدأوا يفكروا في شي حاجة أخرى هنا قروا أنهم يبدلوا للطاليان ويحاولوا يمشوا لفرنسا بدأوا يقلبوا على شيء واحد يعاونهم وهما يقلبوا من هنا من هنا حتى يطعوا في واحد السياد هذا السياد سيقول لهم سيطمحهم ويقول لهم أنه نقدر نبديكم الفرنسا عندي اللعبة ديالي عندي الأساليب ديالي وعندي كيفاش ندير ولكن هتعطوني واحد المبلغ كبير ديال الفلوس كان عندهم لبنانت مشكل تافقوا مع بعضياتهم على كل شيء وافقوا على ذلك المبلغ وخا كان مبلغ مبالغ في بزر سينو معاها واحد كونترا قادوا مع هالأمور كاملة وبدأوا في الإجراءات ديالهم وبقوا كيتسنو فبقيتها ديالي كانوا كيتسنو واحدة من الخواتات عادت تعرف على واحد الولد هذا الولد هذا في العمر دياله 27 سنة فهذه المدة هذه اللي تعرف عليها يعني وعدها أنه غادي يتزوج بها هذا الولد هذا فعلا كان كيبريها وواعدها فعلا بالزواج واحدة هي وعدته أنه من اللي يتزوج بها تصابروا الوريقات وده بشي يعيش معها في فرنسا هنا العلاقة ديالهم بدتك تكبر بدتك تطور وتحولت من علاقة عادية إلى علاقة غير شرعية ولا هو بحد شي يجوج مزوجي ما نمر هذا الشي الولد هذا ولا كي عاملها بحراج لها كي يطلع ويبط على خاطره من الضر دياله كي يبرك معهم ايش حال ما بغى يقلس معهم يسهروا مع بعضياتهم هم اللي كي يسرفوا عليه والصهارات رمكانوا الصهارات عاديين يعني صهارات فيهم شراب فيهم أي حاجة ممكن تطحلك في بالك ويمحتاج حاجة موقعات عندهم محرامة هاد الولد هذا اللي قلنا كان فعله قمعة واحدة من هاد الخواتات اسميته سامير هاد سامير كان عنده واحد صاحبه اللي ما كيتفرق شووية هاد صاحبه كان كيعود له كل شي كي يقلس ودود ودود وكي يسرسل له بقاعدك الشي اللي حار اي حاجة كتوقع له كيمشي كيعود هاد صاحبه الشادة والفادة الصغيرة والكبيرة كل شي كي يكون فرص هاد صاحب سامير كان واحد الشخص اللي زواني شخص اللي عينه خضرة مولوه ب بعدزه والناشاط ومبلي بالسيديات اللي فيهم الأفلام الإباحية هاد السيد كان مبلي وكي عنده واحد صاحبه واللي كيتفرلو فيه بعض المرات كيشريهم من عنده وبعض المرات كيعطيهم لو يفاهبوا كانوا كيدوروهم مع بعضياتهم مهم واحد النهار سامير مش اجب واحد السيد من عند صاحبه اغتال من الفرصة دي لأن الدار دي لأخوة تتخاوية ومشابش يتفرج في داك السادة الوقت اللي كان كيتفرج في داك السادة شابش حاجة اللي في شايش وبدأك يدخلو الشكل بدأك يقول وش أنا كان حدام ولا أنا فائق بدأك يقرر بحدات تلفازة يقول هوم لا مش هوم لا ما يمكنش وهدو كيشبه لهم بزر في الأخير كيقول هدو هوم ما شي كيشبه لهم نية في مية أنا متأكد وما هدو سامير شنو اكتشف اكتشف بأن البنات اللي مثلنا في الفيلم هذا الإباحي هم هدو جوج خواتات اللي هو عندهم دابا وكانوا كيصوروا مع أشخاص أوروبية هاي يعرف من بعد بأن الخدمة دي لهم اللي كانوا كيمشيوا لها الطالية راهي التمثيل في الأفلام الإباحية ومية في المية هدو السبب اللي خلت السلطة الإيطالية جرت عليهم مثلا مية في المية فالصفة هوم ريفولي هيكون عند السبب علاقة بهذا الشي اللي كينا في هدو السادة سامير من اللي يعرف هذا الشي هذا كامل بقى ساكت دار بحل لما فرصوا تاشي حجر ومن قبل كان كيسول الخواتات ويقول لهم حقا علش مقيتوش كيبشيوا لإيطاليان حقا علش ما بقى شبال لانكم تبشيوا لإيطالي وليتو كتفكروا في فرنسا هم كيضروا لهم من جهة كيولي سولهم من جهة حقا اللي بغينا نبدلو حقا بغينا نمشي لفرنسا المهم السيد كان ديما كيسولهم ويحكر عليهم ولكن يدبع بقى يجب دوالهم كييجي عندهم كييخرج ويصاروا على بره والأمور بقى تغداء هاك هو الساكت المهم داي الرأسه بحل لما فرصوا بتشيه وبقى مكمل معهم وبخليهم في دار غفلون كييجي عندهم بالطار كيخرج ويصاروا على بره المهم أمور بقى تغداء كما هي لأستاذ دير العمارة واحتجيرا كانوا عارفنا لأن هذا الشخص هذا اللي كييجي وكييحطوا موبيل دياله قدام الباب دير العمارة وكييطلع لعند هاد الخواتات ما هو إلا والد عمه يعني الناس كامل ينتمى كانوا عارفا أن سامير والد عم هاد التويميات سامير جدال شدك السيد اللي تفرج له عزله من السيديات وما بغاش يرجع لصاحبه وخبع عنده قال نخبيه عندي حتى نشوف شنو عنده ربيه وخبعه كي تسنى الوقت المناسب فاشا يحتاجه في واحد نار وبلا سابق انضر سامير قال سعادي مع الخواتات بجوش بهم قال سين ناشطين ضحكين مع بعضياتهم قصرين سامير فوت في الشراب ضوزم زيان وبدا يهضر شولوا الفرع ناس قال لها الخواتات أنا رأي عندي عليكم واحد سر خطير وهذا السر رأعرفوا غير أنا أنا وانتما وسيدة ربي انا بدأوا يقولون شنو هاد السر على وش كاتهضر قال ليهم عندي واحد سيدة وهذا السيدة فيه مدة ديالساعتين يالفضايح السيدة فيه جميع الفيديوهات ديالكم السيدة شهوة منه انتما هاش كتوك تديرو هاشنو كتوك تديرو هاشنو كتوك تديرو هنا بدأوا يقولون له هات الشي ما من النوشن هاد السيدة هاد السيدة سوف يشبهوا لينا هذا السيدة اللي كتوك تقول ماشي صحيحة وان بدأوا كتوك تدوروها اهنا سامير اقول لهم بلا ما تدوخوني انتو ماليف انا ما يمكنش نغلط فيكو واحدة من الخواتات اللي كانت هي العاشقة ديالو سوف تقول له شوف احنا ما غدا نخبيه لكوالو بس صح هادوك اللي في دوكسيديات هو ما احنا ودك شرافات ولا من الماضي وانا دابرا ننوي معك الحلال تغدا تزوج بي وانا غدا نديك معي الفرنسا سامير يقول له قال لا 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 لاك قاتل بقدي هيا ما بقعتش بالحلال ما بقعت عندي غرض في فرنسا هتفهموا معي و هتخلصوني فيلك السادي هتعطيوني عشرين مليون اذا ما بغيتونسكوتس هتعطيوني الفلوس نحن اخوت معطيتوني اش هنشادك السادي و هنخرج من النوب الزر ديال النوسا ونبدأن نضورهم على العائلة ها homepage هت العائلة اللي فرحان اطيكم نعطيهم العائلة والجراء وفيما مشيته سنشوهكم هنا الخواتات سيقولون انظر اننا لدينا لا فلوس لا ولو رغم اللي دخلنا ريفولي من طالعين اللي جينا للمغرب بقينا كنا نخسروا في ذلك الفلوس كاملة حتى قولنا قلسين على البص رهسلتنا الفلوس وما عندنا منين نعطيه بهذا الشي اللي كتقولنا غير حايدك السيدة وخلينا مزيانين مع بعض يادنا هنا سامير سوف يموت ويقولون شوفوا ثم عندكم جوج ديال الديور جوج بارت مات وانتما اصلا ساكنين غير في واحدة فيهم بيعوا الثانية اللي اصلا غير سادينها وعطيوني عشرين مليون انا ما نكبرش كل شي انا بغير ندير مستقبلي انا بغير ندبر على رأسي ابنات من اللي عارفوا ان سامير مصمم على هضرته وصافي لعشرين مليون هي لعشرين مليون قالوا له صافي غير يكون عاني نحن سوف نجدها لك في اقرب وقت ولكن اصبر علينا شوية لا نريد ان نهارسها لا نريد ان نقرده الثامن ونضيعه فيها وانا حاولوا قبل نحاولوا اننا ندبر من عند العائلة ندبر شعشرة واختي ندبر شعشرة لا نكتبش عاد نبيع الباردما قالوا لي اصبر علينا المدة جو السيمانات 15 يوم ومن اللي عاجي من بعد غادي تجي وتلقى فليسات كواج دي ولكن جيب معك السيدة وعندك تدير الفعائل يعني تخرج منه وكل مرة تعود تبتزنا به مهم واحد النهار لازت واحد السيمانات طلع عندهم الضار وقال له مجدرته معي في الفلوس قال له شوف بنا ما تبقى غادي تنقذ علينا قدرنا معك جو السيمانات هي جو السيمانات سير حتى تكمل المدوعة ودرجعة قالوا له ايجي بعدها كلنا نحن نضمنها من اللي عدوك 20 مليون لا يكون لديك شي نوس خاخرة من السيدة وترجع لتحددنا بها قال لهم شوفوا أنا ما عندي بكم غرض أنا ما عندي بكم علاق وخا نهددكم عارف بأن ما عندكم من يجيبوا لي الفلوس أعطوني الفليسات ما تعودوش تشوفو جينياعيا قالوا الواسير دابا تتكمل لك جو السيمانات ورجعت لقى فليساتك موجودة فوق الطابلة قال لهم وعليه ومشاف حالاته هنا الخواتات بدو كيف يفكروا كيفاش يديروه حتى يخرجوا من هذه الورطة هذا مشكل خاطر وخاعده الفلوس يبقى يبتزهم هذه المشكلة لم يكن قوانا عليه ها جو السيمانات ضغية كبله ها هو سامير جاء عندهم جاء عندهم وقال لهم من الوقت صافره وصل في نية فلوسي قالوا له احنا موجد لك فلوسك لعشرين مليون احنا وجدناها قال لهم في نهاية قالوا له احنا في البنكة احنا دائلا مع التسعود نمشي البنكة ونترى فليسات ديالك ونعطيها لك ولكن حتى انتغسك تكون راشل معنا حتى انتغسك في الصباح ونعطيك الفلوس ونجد لنا السيدة وعندك تخرج منه نسخة فره ما ندوزه هالك سامير قال لهم صافي كونه هانيا ردا ان شاء الله من اللي غادين تلقى تعطيوني فلوسي ونعطيكم السيدة ديالكم ومن ثم كل واحد يش طريقه قال خواتت هادو كانوا عارف الرأس وماش كيديرو كانوا مخطين مزيئان كانوا كيف يفكروا وحده منهم اللي هي العاشقة ديال سامير نعطي وقالت له شوف قلب علينا هذا الموضوع ديال السيدة وديال الفلوس أعجي نتحكو شوية ننشطو نتحكو شوية مع بعض يادنا ونصهروا ندوزوا لينا من الليالي ديال جهة هالها نقصروا وصهروا مع بعض يادنا حتى هذا الصباح ونوريوك شوية من ذاك الشلي كان في ذاك السيدة وقد ان شاء الله فلوسك ستشدهم الريال بخور نحن نأخذوا أمانتنا وبحال لا تشي حاجة ما وقحت تشد فليساتك وصير بحالك لعرضك السلام وهذا نعتبره غير سوء تفاهم وصافي قالوا ما نديرو ما نديرو قالوا نطلعوا للدار أمشي ونجيبوا دكشي اللي خاص ديال القصارة ونجيه طلعوا للدار وبقوا قاسين مع بعضياتهم مقصرين كيشربوا وكيشربوا حتى الواحد اللي وقيته سالة الشرب هنا سامير أعين نوضوا سيقول لهم أنا أمشي بحالتي أنا أمشي على بره ونكمل الصعر صعفي من اللي ما بقى الشرب هنا وعن الطار نخرج نشري الشرب من البره من ثم نزيد نكمل الصعر بشي بلاس آخر هنا أخواتنا وقالوا لوح تحنا نمشي معك ما غادش تقرد فينا الليل وتخلينا ناقصا ما كملك الناشط ديالنا نحنا رجلين على رجلك فيما ما مشيته سنمشي ونصهروا معك فعلا اركبوا معه في طموبيل دياله ومشيوا الواحد كاباري واحد البار في الجهة العين دياله ثم يكملوا الصعره في الوقت اللي سيسهلوا لك الصعره يعودوا ويركبوا معه في طموبيل دياله ويقولوا له وصلنا لدار دياله وصلهم للعمارة في كينال بارتمند دياله وجابهم حتى المب دار سيبلاسي طموبيل دياله عند الأساس وهنا الخواتات سيبقوا عليه قوشة تنفيه صافي يطلع معنا أجي يكمل أجي يكمل أجي يكملوا الصعره دياله بلا ما تشف هذه الحالة وحالة كيفية دائرة ورق ما تستطيعها وقال لهم لن يترك لي في حالاتي أنا أبقى مصرين عليه لماذا تنفيه قالوا للنو في المحاول أجي يطلع معنا فعلا أجي يطلعوا الى الوطر وقالوا بسعاء تشربوا وصابوا في الجهة الزربة وكملوا في شراب دياله كملوا ذلك الشرم كانوا جيدا بادينه معهم اللي الخواتات هنا بدأوا يتغامزوا مع بعض ياتهم واحدة فيهم ديك الساعة ناضط غفلت سامير ودارت لواحد المنوين في الكاس دياله سامير يشرب هاداك الكاس بدك يحس بالطيارة الدنيا كيتمشي وكيتجيبه مقاها كاك صبر احتغيب خواته ديك الساعة كانوا موجود وما اصلا مواجد المعدات باش يجمعه لهم منشار ومنقدر وشاقر اي حاجة اضطح لكم في بيلكم كانوا موجود سامير السيد فاقد الوعي دياله يعني فاش غيب ام شاقر من اللي طاح احتراسه على الطابلة يعني السيد ديالايها وكيشوف غير تحت واحدة في الخواتات ومشرت جابتك الشاقر جابت الشاقر ونزلت عليها بضربة واحدة اللي هنالكفة دياله ابدو قدم هكي شرشر اي جهة اختها مشاقرة المقدر وقدتها هي كدرب 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 حتى كملت على الراس دياله حتى فصلت الراس على الجاسد من بعد ما دعوا هادش هذا كامل شدوه وبدو يقطعوه فيه طراف طراف طبعا الحال اخواتات لم يكنوا سكراني لم يكنوا مفوتين في الشرط يكنوا يمثلوا على سامير سامير بوحده اللي كان مهلوك فاقت الوعي دياله وذلك الشيء السهال اليوم انهم يسيطروا عليه ضغياء غفلوه ودروا لذلك المنوّن السيد تهلك كيموت وبحركة تنفض من بلاسته لما قادش يقاوم فاش ضربوه انطرب على الأولى واحدة من ذلك الأخواتات هزت ذلك الرأس ومشت حطيته بالفاقصة في الكسكاس دارته في الكسكاس وخلالته يتبخر دارته بحرارة دارته بحرارة اللي حاولين العيد تلك الطرافة الصغار اللي قطعوه دارهم فاحد البرميل واخوه عليهم الاسيد ها فين شافوا هذا اللعباء عادي يعني كي يحاولوا يدوبوه لما ذلك الطرافة من دارهم الاسيد يدبوه ما يبقاش لهم الآثار بالمرة سدوا ذلك البرميل وارجعوا لذلك الراس اللي يتبخر تشدوه أو بالفاقصة حطوه قليل وبدأوا يأكلوا فيه يأكلوا في الراس اللي بنادر كانوا يفقوا صنعليه وكانوا احتلم ألامح لا يريدونه يجعلونها كاتبا هنا سيشدوا ذلك البرميل وسيخشيوه في واحد بلاصة وسيغطيوه بزاف ديال الحواج وسيغطيوه بزاف ديال المانطات لكي تدخل عندهم شي وعد ما تبلوته شيئا نظفوا الضار كاملة وقوة والمواد تنظيف جافلة والروينة والدار كاتشحلة حتى من ذلك المعدات اللي يخدموا بهم الشاقول المقدة المواس كل شيء نظفه بلاصة عادي تنظيف جافلة تنظيف جافلة وقد اضطع في باله واحد الفكرة قال ليش ما يكونش عند صاحبه من اللي يقبل هاده الربع ايام مياف المياه يكون عند صاحبه اللي ما كيتفرقش هو ويا غالبانا يكون معا مشا عنده وقال له راه سامير خويا راه هذه الربع ايام ما بانش واش مكانش عندك واش ماش بتيش راحنا كنا نقلبه عليه وراحنا مخلوعين وراه روينا صاحب سامير هنا معي يقول له هادي واحد الربع ايام وراك كان معايا كان معايا واحد شوية نهض وقال لي راهنا عندي شي غرض عمش ينقضيه أخو سامير عارف بأن صاحب خوه كي عرف عليه اي حاجة كي عرف الشدة والفادة قل له عند من مشا شكون هاد الناس اللي كان غادي عندهم اخويا حيث بطبيعة الحال سامير ما كان كي يخبي عليه تاشي حاجة قل له راه قال لي ايام يشوف واحد البنات وقل له هاد البنات هادو راه وحده فيهم كان عندها علاقة مع أخوك وراه موالف ديما كي يمشي عندها والدار ديالهم راه كينا في البلاصة الفلال الفلانية قل له هاد الدار فين كينا هنالاخ ديالسامير طلب منه باش يمشي معاه ويوريه هاد الدار ديال القواتات بالضبط في كينا فعلا غادي يمشي معاه اخو سامير عيطل عندهم تالب باردما وصاحبه عيب قال تحت كي تسنه في الوقت اللي غادي يطلع اخو سامير وغادي بداي يدق عليهم حلت له وحده من البنات حلت له شكون تسيدي قالها انا خفلال فلاني وراعطوني الناس وقالوا لي يابلي راه كي يجي عندكم اللي هنالدار وقالوا لي يابلي عنده علاقة مع شي وحده منكم المهم قال لها القصة كاملة اللي قال له صاحبه اهنا السيدة دارت فيه شعلت معه شعله وحده قلت له شوفها السيدي انت جاي الواحد دار محترمة وهذا الشي هذا اللي كتقول وهذا التهم لك التهمنا سنجيب لك عليه البوليس احنا ما كنا نعرفه تاشي واحد وما عندنا علاقة مع تاشي واحد زدحت له الباب فوجهه ودخلت بحلها اخو سامير سيهبط لتحت عند صاحبه ويعاود له ذلك الشي اللي دارت معه البنت السيد قال له ما يمكنش انا سنطلع معك تل عندهم انا راه شافونيش حال من المرة وانا كنكون مع سامير من اللي كتلقى معهم بعض المرة كنكون معهم اكيد من اللي يشوفوني غادي يمرقوا ويعقولوا ذلك الشي اللي كح الموهم طلعوا بجوجبهم اخوه سامير وهذا صاحبه وعاودوا بدوا يدقوا خرجوا ذلك الخواتات خرجوا بجوجه ذلك الساسو لهم صاحب سامير قالهم في دارته السيد واش محش متوش كتكتبوا على خوفه في وجهه قالوا لي حقا ما كان عارفوش وعاد اسمته سامير دابا قلوا لي فيندرته السيد هو مبقى مستمرا في الهضرات احنا ما كان عارفوش وصير بحالك حتى انتا قبل ما نعطيه البوليس البنات نكروا هم الجوج بهم لا اخوه سامير ولا صاحبه انا ما بقى عنده ما يقول ما بقى عنده ما يدير اسمه ما يقدوش ينوضو صدامه فم هما ذاك ويقولوا به اللي يبغر اهبطوا وعمشوا بحاله من اللي يبقى وغادنا يدير اسمه هنا بالصدفة الاخ ديالسامير سيقشع الطموبيل راه الطموبيل ديالسامير قالوا لصاحبه راه الطموبيل ديالسامير في كاينة راه في مسترسيونية اجيييييييييييييييييييييييييييييييه راه الطموبيل ونسولوه بشاف اخوية اولا نعرفوه نسولو كيفاش الطموبيل ديالسامير وصلت لهنا فعلا شوعد هاد الاساس وبدو كيسولوه السيد قالوا ميه السامير سيأتي هنا تقريبا يوميا وكي تحلو كيسولوه راه الطموبيل ديالسامير في النهار الفلال الفلاني ستطلع العمارة الفلال الفلانيية العمارة اللي في هدوك الجيوش فوهيتات توي ميهات السيد عرف بأنه بدنات راه بنات عمو قال لهما بأنه بعد ذلك النهار تتطلع مع بدنات عمو ومع وجه شباط ما زال أهنى الآخ يا سامير وصحبه سيعرف بان القادة حامضة قضية كبيرة وكبيرة بثاف مباشرة سمعوا في الأساس ومشو يدكراروا عن البوليس دكراروا بالاختفاء سامير وعودوا للبوليس القصة كاملة ما نوقع لهم مع البنات و ما نوقع لهم مع الأساس يعني من اللي طلع سامير بطار ديالها الجرش خواتات على حساب الرواية للأساس حتى ما عود شبط منها نهائيا قالوا للبوليس بأنهم شكين فالبنات هم اللي قدروا يكونوا أمور الاختفاء دياله أنا البوليس سيقول لهم لماذا تشكين فالبنات هادو ما هي العلاقة ديال سامير بها؟ لكن ساحبه سيتدخل سيقول لهم بأن سامير كان على علاقة بوحدة من هادوش خواتات سامير كان مواعدها بالزواج وقال لهم بالليرة كان عنده واحد سر مهم كان سيقول لهم كيف ما قلت لكم سامير لم يكن يخبيع لها الولد صاحبه وقالوا ماذا يعود للبوليس؟ قالوا بأن سامير ركتاش بأن هذه البنات هادو كانوا يعملوا في طاليان في واحد من المواقع الإباحية كانوا يسجلوا أفلام يعني كانوا يديروا مشاهد ساخنة ويبيعهم ذاك سيت كانوا يديروا ذاك شيء بسبب الفلوس وبسبب هذا الشيء ما الذي يحصلوا يجروا عليهم من طاليا ورجعوا مريفولي للمغرب هذا القضية بدأت تكتبها بدأت البحث على حقه وطريقه وخاصه يبدأ من هادوش خواتات من هادوش بنات يمشيوا عندهم البوليس ويبدأوا يسولهم نفس السؤال الذي يسوله صاحب سامير والخو يبدأوا يسولهم ويكونوا يتعرفون لهم ويكونوا يتعرفون ايه السيد ويقول لهم ماينا نعرفون هادوش هادوش وما عندنا حتى شيء علاقة يقولوا له هادوش الذي تعودون له لن نطلقه وما كانوا يتعرفونه أصلا والبنات كانوا متبتين في الهضرة عارفة رأيهم كيف يقولوا يعني أني بحل متفقن على نفس الهضرة أنا البوليس يتعرفون أنهم يمشون معهم الكوميسارية أو فعلا مشون معهم خاطره بحل ما كانت تشيحاش اللبنات بحل ما تأكد من رأسهم يفرمي بأنهم مداروه ملدوهم للمركز يبدو كيستجوبوا فيهم واللي كيسولوهم اللبنات متبتين على الأقوال ديالهم يقولون بأن هاد سامي ما عمرنا شفناه وما كان عارفوش نهائيه وبأن لا أخوه ولا صاحبه لا غيك يطيحوا عليهم الباطل والصاف قالوا لهم كيفاش هاد السيد ما بنلغي إحنا إحنا بغي إلعلينا هاد التهمة هاد وهاد الباطل من بعد يعني من بعد ما سمعوا لهذا الخواتة بجوج مش هو يستجوبوا حتى العساس العساس حتى هو بقي متبت في الأقوال دياله يقولون بأنه آخر مرة شف فيها سامير هي النهار اللي اختفى فيه قال ليهم بأنه طلع مع واحد جوج خواتة التويميات طلع معهم بجوج مع الربعات الربعونس ديال الصباح يعني قريب ما يفرج الجر الحال يعني آخر مرة كان شف سامير رأى شفوه وطلع مع البناء التويميات والدليل لأنه طلع ومعه وتشرجح ووطموا بالليله بقاتل جالسة في الباركينج المدة كاملة البوليس هنا غاد يمشي وعيف تشو الظهر ديال سامير أول ما غاد يمشي وبدو يقلبوا فيها غاد يطايحوا على ذاك السيدة 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 مخبيه مزيح السيدة اللي فيها بجوج الخواتات في ذاك الفيلم الإباحي الدولة البوليس تفرجوا فيه وكتشفوا فعلا أن دوك تويميات هم اللي مصورين في هذا الفيلم بجوج بهم أنا غاد يتأكدوا بأن دوك البنات هم الوحيدة اللي عندهم مصلحة في الاختفاء ديال سامير حيث هم اللي ما يبغيوش أن داك السيدة تشنع ما يبغيوش يبان داك شالة يصفيوها لها السيدة اللي يهددون به الله هضراء ديالصاحب سامير كانت كلها على حق أنا غاد يمشيوا بشيفتشوا الضار ديال هاد البنات حتى هم مدوهم معهم لأنهم كانوا عندهم قيد العتاق طبيعة الحال خضوا أمر بالتفتيش بعد نيبة العامة ومشيوا مباشرة لديك الضار لديك الضار اللي كانوا يسكنوا فيها الخواتات البوليس بعد ما وصلوا للضار من بعد ما بدأوا يقلبوا ويفتشوا أجلقوا شيئا قدامهم اللي ما كانوا شعورين عليها قلقوا يقلبوا حتى يطيحوا على ذاك البرميل من اللي بدأوا ينفسوه يحلوه شموا واحدة الريحة كريهة أنا أعرفوا بأن وسط منه كان جتة ديالبنادة مقطعة جتة اللي بدأت في مرحلات التحلل بدأت تتعفن قلقوا يقلبوا في ذاك الضار حتى يطيحوا على ذاك المعدات التي استعملوهم الخواتات في تقطاع جتة تقطاع جتة دسامير جاءت الشرطة العلمية والتقنية وبها ذاك الوسائل والتقنية يعني كرشو ذاك اللومينول يقدروا يعرفوا بأن ذاك الضار كانت هي مصرح الجريمة ذاك الضار تنفذ في هذا الشيء هذا كامل بدأوا معهم ذاك البناتها أو ثاني قلقوا كي يحقوا معاهم كي يستجوبوا فيهم ومع ذلك البناتها بقى الناقرة قالوا بأنهم ما داروا تشي حاجة أخوة تتمازالش الدين فاضرة ما زالك ينكروا البوليس عندهم حاجة وحدة اللي مدوخها لهم الراس ديالهم حاجة اللي خصومي يلقوا لي على الحل جتة هي مقطعة ولكن الراس ديال الضحية فينا هو الراس مالقاوهش جتة هي كاملة الراس مالكينش وخاصهم يجبدوا الراس بسيتأكدوا ما هو سامير ولا لا أي يوم يقلبوا عليه ما خلوا فين قلبوا أخواته ما زالك ينكروا وخدزوا قدام قاعد التحقيق ما زال ناقرة داروا بزر ديال الجلسات نزال مصرن على الهضرة ديالهم ديال مدة طويلة عاد باشف واحد الجلسة من الجلسات عاد اعتارفه عاد بدأوا يعاودوا التفاصيل للجريمة ديالهم كاملة وحدة في الخواتات عاد اعتارف وغادا تقول هذا الراس هذا اللي مدوخكم أنا عنقلكم في دعوة الراس راح ندفنه في الراوضة وفي البلاسة الفلال الفلانية في واحد البلايسة في واحد الراوضة فعلا البوليس من بعد ما مشاول لديك البلاسة اللي ناعتو لهم من اللي يحفروا واحد شوية عاد يقاوا دقلوا عظومة ديال الجمجو مدر الراسة تسامير كين الناس اللي كيقولوا بان هذه الخواتة تبصح من بعد ما بخروا الراسة فيها إلى انكلاوة وكين اللي كيقول بان هذا الشي غير خرافات ان الحم اللي ملقوش في الراسة غالبا تحلل وتعفن ذلك شيء من هذا الشي غالبا البنات لم تتعرفوا بالجانيمات لهم كاملة يعني لم تردوا التفاصيل قالوا باننا نحن اللي قتلنا ولكن لم تردوا تفاصيل من بعد ما تشدوا هذه البنات دعوهم لعوكاشر ضرب البنات أم لا يستطيع في مكان الشي سجينات أمه كيشدوها كيتحاموا عليها كيتكرفسوا عليها مزيعا أو كتسمع غير غواتات كانوا صحاحات وكيتحاموا اللي كيشدوها كيسلخوها بالعظم البنات أم لو كيخلعوا شعرهم شعكك أم لو بحلم شوف شوف المشكل في وصص المشكل للبتزاز دائما ما كيصدقش طلب الفدية ما عمر الواحد كيصدق له لأن دائما دائما السيد اللي كيكون ضحية البتزاز يقول غادي يعاود وخان عطاه الفلوس المنشكل ما كيكونش عنده الفلوس يكون كيقول هاد السيد عيبقى شد عليها حاجة اللي كيبتزني بها ويعاود يطلب مني باش نعطيها له دائما في أغلب الأحيان الابتزاز كيكون فاشل لأن السيد كيقول وخان عطاه أي عاود يبتزني اللهم ما نصف فيها لو انتهت يعني اللي كيبتز شي واحد وكيقلب على جواب النجل كيقلب أنه يموت مهم لايك تبلينا محكتي بالخير اللي خرجنا نظر لعب لعب الله يرزقنا حسن الخاتمة يجعل أخرنا حسن ما أولنا يجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم أخوتي أخوات تأتي الدوزو بخير وان شاء الله في نفس المواعد سلام شكرا شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر